تحسين شروط السلامة الطرقية وتجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين والمهنيين أهداف من بين أخرى ضمن برنامج عمل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية نارسا برسم سنة 2023 وجرى تقديم هذا البرنامج خلال ندوة صحفية عقدتها الوكالة بالرباط تتعرفوا بأنه تهم المواطنين بصفة يومية فعندها برنامج الرقمانة ديال المشاريع هذه وشاركة مع البريد ديال المغرب اللي يجعل هذه الشاركة جد إيجابية هي مشاريع مهمة تعتزم نارسا على تنزيلها من بينها العمل على تأهيل منظومة تدبير المعطيات الخاصة بحوادث السيرة ورصد المؤشرات ووضعها رهن إشارة المرتفقين والشركاء بالإضافة إلى مواكبة مختلف شركاء السوسيو اقتصاديين والمهنيين تم الإعلان عن طلاق بوابة جديدة تسمى ميتاشون فييكول.ما وهذه البوابة اللي كتمكن للبائعين اللي بغي يبيع شي سيارة ولا يشري شي سيارة أنه يمر من هذه البوابة وهذه البوابة عنها مجموعة ديال المزايب حيث أنها كتضمن الحقوق ديال البائعين والحقوق كذلك ديال الناس اللي كيشتروا المركبات ديالهم الوكالة تتوفر أيضا على موقع إلكتروني إسأل نارسا لتمكين المواطنين من الحصول على إجابات سريعة وواضحة على مختلف تساؤلاتهم المرتبطة بالخدمات المقدمة من طرف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.